يعني سيد راضي من المدربين اللي احترمهم وحبهم وفي 2008 أنا طلبت من رئيس الاتحاد والنائب والعمين المالي اللي هو رئيس الاتحاد حاليا في وقتها طلبت أنه ممكن سيد راضي يكون موجود بالمنتخب لأن لديه الكارزمة تحترمه جميع النجوم احنا نحبه سيد راضي بقطر ويعني إلا وضعه واحترامه وأنا حبه جدا هل تتواصل بينكم بعد أن أخرجك من المنتخب؟ لا لا هو مشكلة سيد راضي يعني أول ما دخل للمنتخب يعني دخل بقوة يعني كان المفروض يعرف حجم يعني أنا زميل إلا وإذا مو زميل إلا يمكن مثل ابنة أو مثل أخول صغير وقاعد للمنتخب وقاعد للمنتخب يعني أنت ما يصير يعني أنت جربتني بكاس آسيا كنت إيدك اليمني وساعدك اليمين وقفت لك المنتخب وما كانت كلمة واحدة تطلع مع العلم أنه كان هناك احتكاك بس كلمة ما تطلع هو الرجال منطين احترامي صراحة ومنطين وضعي وحتى حصيح للحجي يعني بالمنتخب لكن من رجعنا تفاجأت يعني أنا هداف التصفيات الأولى وإجا بعدني بطريقة مو حلوة يعني أنا طلبت منهم من الاتحاد وبالأخص هذا الإبعاد لرؤية فنية له لخلاف لا ماكو رؤية فنية شوف الرؤية الفنية ما تصير في داخل المنافسات الرؤية الفنية تصير بعد التوقف بعد التوقف واني كنت حداف التصفيات يعني حداف التصفيات للمنتخب طيب ليش من يمهو استقال يونس محمول وترك يعني خل فرصة مؤاتية مو حسيت حسيت أنه ما زال يعني الاتحاد دعاني لمدة 15 سنة واقف لو وتد وشقدن حتش عليه وما هتزيت وشنت أقدم وحاوط اللاعبين ووحمي اللاعبين من الإعلام كلها كان خدمة للاتحاد ترى مو بس خدمة إليه إنه فريق قوي منتخب عراق قوي حسيت بلحظة تخلوا عني فأنا هم قلت يعني ليش جماهير تتعرف عندي قاعدة جماهيرية